تضررت ما يقرب عن خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثمانين أسر نازحة في محافظتي الحديدة وحجة جراء سيول التي خلفتها الأمطار والتي شهدتها المحافظتان خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من أوسطس الجاري جراء المنخفض الجوي الذي تأثرت به السواحل الغربية وأوضح تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين أن إجمالي عدد الأسر المتضررة من فيضانات السيول في الحليدة بلغ ألفين وثلاثة وسبعين أسرى وموزعة على إثنين وعشرين مخيما في مديريتي حيس والخوخة مشيرا إلى وفاة أربعة في حيس وتدمير مائة واثنين وثلاثين وثلاثين منزلا وذكر التقرير أن عدد الأسر المتضررة في حجة بلغ حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة وعشر أسر موزعة على واحد وستين تجمعا في مديرية ميدي وحرض وحيران وعبس في حين بلغ عدد المنازل المدمرة خمسة وعشرين منزلا في مديرية ميدي فقط وأشار التقرير إلى أن السيول طمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وأتلفت المحاصيل فيها وجرفت عدد من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوث الإرهابية وأوصلتها إلى مناطق زراعية مأهولة بالسكان موضحا أن كثير من المناطق التي غمرتها السيول أصبحت ملوثة بالألغام وتحتاج إلى إجراء مسح شامل لنزعها وتطهيرها بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر